موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعنوي من الحرف 28 الحوثيون يهاجرون جميع سكان من قرية غرب تعز تقرير في موقع أمريكي كيف أدت الحرب في مصر إلى إضعاف أهم الموانئ اليمنية المزدهرة وفي الأخبار المنوعة قوات الشرطة في مدينة ساحلية بالمكسيك بأكملها تخضع للتحقيق ومن صحيفة القدس العربي استجنوا ثلاثة أشهر لأب فرنسي أخلى بواجبه نحو ابنه موسيقى أهلا بكم ما يزال تهجير سكان القرى وطردهم من منازلهم واحدا من أساليب ميليشيا الحوثي في تعاملها مع اليمنيين حيث كررت ذلك في قرية بتاعز عنوان موقع الحرف 28 الحوثيون يهجرون سكان قرية الكدمة غربية تعز قال الموقع أن الميليشيات هجرت عشرات سكان من منازلهم في مديرية مقبنة غربية محافظة تعز جنوب غربي اليمن قال سكان محليون للحرف 28 أن ميليشيا الحوثي أجبرت نحو 45 أسرة من أهل القرية على مغادرة منازلهم سر بقوة السلاح باتجاه مناطق مهددة باستهدافها بالقذائف والأسلحة الثقيلة في مركز المديرية ويخشى السكان قيام الميليشيا بزراعة الألغام والعبوة الناسفة في منازلهم وطرق قريتهم إلى صحيفة أخبار اليوم حيث نطالع في صفحتها الأولى العديد من العنوين أبرزها الرئيس نواجه جماعة معقدة ترى في نفسها عرقا مميزا وتنتهك حقوق الإنسان لصالح إيران ومن مارب عرض عسكري مهيب احتفاء بذكرى ثورة سبتمبر ومن المدينة المحاصرة تعز تحتفي بذكرى سبتمبر بعروض عسكرية وكرنفالية والجيش يؤكد استمرار النضال لاستعادة الجمهورية المغدورة ومن العاصمة المؤقتة بدء صرف رواتب منتسبي الجيش والأمن لشهر أغسطس شهدت المدن والقرى اليمنية العديد من الاحتفالات بمناسبة ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وقد عبر محمد جميح في موقع الحرف 28 عن هذه اللحظات وأضاف الظاهرة الشعبية التي شهدتها مدن وقرى بواد اليمن بإيقاد شعلة سبتمبر كانت مثيرة تجمعات صغيرة في قرى حشود في المدن أصوات هادرة ترتفع هاتفة تحيى الجمهورية اليمنية والآن رغم الجرح الوطني رغم عودة الإماميين إلى صنعاء يخرج اليمنيون يهتفون لسبتمبر حتى في مناطق يسيطر عليها الحوثيون الذين تجاوب بعضهم على مضض مع التوجه الجمهوري لأهداف في نفس الكهنة الجدد سقوط عاصمة الجمهورية في يد قوى تتزعمها عمائم وأفكار ما قبل 1962 أحدث خضة وجدانية عميقة في الوجدان الوطني تبجح الإماميين الجدد بالسيطرة على رمز الجمهورية في القصور الرئاسية والدوار الحكومية وسيطرة على ميدان السبعين وتخصيص نصب أهداف سبتمبر الستة لدفن قتلاهم وجه إهانة لكبرياء اليمنيين التشبث بسبتمبر يعني يقضت اليمنيين للألعاب الإمامية الكهنوتية مهما تزيت بثوب الجمهورية كما فعل قادتها في نهاية الستينيات من القرن الماضي انظروا إلى تعزي اليوم تهتف لجمهورية تلوح بالعالم تعز مدينة الثورة وهي التي تجلس الجمهورية على عرش صنعة وبما أن صنعة مختطفة من قبل عصابات الإمامة فأن تعز اليوم تحمل مشعل الثورة وراية الجمهورية إلى أن تصل إلى صنعة والبارحة توشحت مأرب بزي سبتمبر يرسل لها الحوثيون عددا من الصواريخ الباليستية لمعاقبتها وإفساد فرحة أهل الجمهورية بسبتمبر امتحان الإماميين بسبتمبر هو النار التي تبين الصفرة من النحاس التي تكشف الإمامي من الجمهوري وتفضح تقية الحوثيين أعرض الإماميين الجدد على نار سبتمبر وستهرون كل الكهنة يتساقطون في نائه كان ذلك قبل الساعة الثامنة صباحا وكان معظم الطيارين في سلاح الجو المصري يتناولون وجبة الإفطار عندما اختفت إشارة الرادار التي تكشف الطائرات الإسرائيلية كانت المنطقة على حافة الحرب ولم تكن التوترات بين إسرائيل وجارتها العربية كبيرة هكذا استهل الصحفي الأمريكي جوستن هيجن تقريره الذي صلت الضوء على دور الحرب في مصر في مرحلة الستينيات في إضعاف أحد أهم موانئ اليمن أنذاك وهو ميناء عدن وعنوان الصحفي تقريره بسؤال كيف أدت الحرب في مصر ذات يوم إلى إضعاف أهم الموانئ اليمنية المزدهرة يقول التقرير الذي نشره موقع أزهي الأمريكي وترجوه الموقع بوست لكن ما حدث بعد ذلك كان غير عادي وبدلا من الظهور مجددا على الرادار والعودة إلى القاعدة شنت الطائرات الإسرائيلية هجوما كانت تخطط له منذ شهور فضربوا المدرجات والقواعد الجوية المصرية يتابع التقرير في يوم الهجوم المفاجئ 6 يونيو 1967 كان ميناء عدن في اليمن كما كان في معظم الأيام الأخرى مزدهرا كانت المطاعم ممتلئة والأحواض مشغولة كانت المدينة القديمة مركزا صاخبا لآلاف السنين ولكن بعد افتتاح قناة السويس عام 1869 بالربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط أصبح ميناء عدن واحدا من أكثر المناطق ازدحاما في العالم وبحسب التقرير يقول الدكتور نويل بريوني رئيس الجمعية البريطانية كان يمكن القول في الستينيات من القرن الماضي أن عدن كانت في طريقها لأن تصبح دبي اليوم ووفقا له فعندما غادر المريطانيون أخذوا معهم حوالي 20 ألف وظيفة كانت تلك بداية التراجع الاقتصادي وغادر عشرة الألف المدينة في السنوات التالية مع قيام الحكومة الجديدة غير المستقرة بإقامة العقيدة الماركسية المتشددة يكتب حسن عبد الوارث مقالا يقارن فيه بين ماضي التعليم وحاضره بين مدرسة الأمس ومدارس اليوم التي فقدت جزءا كبيرا من رسالتها وقال عبد الوارث في مقال نشره يمن مونتر عادت بالذاكرة إلى مدرسة التي كانت تجمع لفيفا من الطلبة يقطنون أحد أحياء مدينة عدن كانت الدراسة حالة مبدعة والمدرسة دوحة ممتعة والدولة داعمة رائعة وبرغم أن التعليم أيامها كان مجانيا إلا أنه لم يكن متدنيا البتة وكان المعلمون على قدر واضح من الثقافة والمثابرة والاجتهاد والإخلاص للمهنة كرسالة لا كوظيفة وكان الزيو المدرسي موحدا وزهيد الثمن والكتب متوافرة دون نقصان والأدوات المدرسية رخيصة ومنتزة وقد كان هذا المشهد عكاسا للمشهد العام وهو بساطة الحياة إجمالا وبالتالي انعكس هذا الملمح على أوضاع الطلبة واهتماماتهم كما لم يكن أحد يرى زميله أفضل منه أو متميزا عنه في ملبس أو مأكل أو مقتنا مدي من أي نوع ويذكر كل من عاش الحياة الطلابية في تلك الفترة أن ابن الوزير وابن الغفير كانا يلبسان الزي الرخيصة نفسه ويتناولان الطعام البسيطة نفسه ثم يأتين إلى المدرسة ويعودان إلى المنزل ماشيا على الأقدام أو ركوبا في الحافلة العامة زهيدة الأجرى وفي مدرسة تخرج عدد كثير من خيرة الطلبة ممن كانوا نموذجا ساطعا للذكاء والكفاءة والمثابرة بفضل المدرسة وأساذتها وقد واصلوا رحلتهم العلمية ثم العملية والحياتية لم تكن مدرسة مجرد مبنى لتلقين الدروس المسببة في الكتب الدراسية المقررة فقد تعلمنا فيها قيما ومثلا ومبادئ أعظم ألف مرة من محتوته الكتب وهو ما كانت زادا دسما وكنزا نفيسا رافقنا وأعاننا طوال مراحلنا العلمية ثم حياتنا العملية ومشوارنا الاجتماعي العام فقد كانت المدرسة البوابة المثلة التي يدلف منها المرء إلى حيث يتلقى خير زاد ثم يخرج منها إلى حيث يحقق النجاح الحقيقي بالاستعانة بذاك الزاد كلما تخلصت من ضحايا بحثت عن ضحايا جدد هذا هو حال ميليشيات الحوثي كما يؤكد موقع رأي اليمن حيث عنوان في صفحته الرئيسية ميليشي الحوثي تطلق حملة تجنيد واسعة في العاصمة صنعاء لتعويض خسائرها قال الموقع أن ميليشي الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء أطلقت حملة تجنيد واسعة لتعويض خسائرها استخدمت فيها طرق الترغيب والترهيب لاستقطاب المقاتلين الجدد بعد خسائرها البشرية الفارحة قالت مصادر محلية أن ميليشي الحوثي الانقلابية أجبرت عقال الحارات وخطباء المساجد والمرشدين في مديريات أمانة العاصمة على حضور لقاءة موسعة لحجد المزيد من المغرر بهم إلى صفوفها والدفع بهم إلى جبهة القتال على مدى الأيام الماضية بدت الحياة العامة واحدا من شواهد المرحلة الجديدة من الكارثة إذ أفاد سكان للعرب الجديد في أكثر من مدينة بما فيها صنعاء بتراجع مستوى الحركة ومظاهر الحياة العامة بشكل كبير على إثر أزمة المشتقات النفطية الخانقة التي وصلت أسعارها إلى مستوى قياسي في محطات الوقود أو السوق السوداء وأكد مالك أحد محال بيع المواد الغذائية في صنعاء للصحيفة أنه اضطر لإغلاق أبواب متجره معللا ذلك بأن الخسارة هي ما حصده مع تراجع مستوى الشراء وقال لأنني أذهب لشراء سلعة ما من تجار الجملة وما أن أبيعها حتى يرتفع سعرها فيما تخيم حالة من الذهول في أوساط عموم اليمنيين الذين يراقبون انهيار العملة ولا يعلمون بالضبط أي مستوى من الكارثة والأزمة تتجه إليه البلاد تفيد الصحيفة العربية أن مختلف القرارات التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء فشلت في إيقاف تدهور أسعار الريال اليمني أمام الدولار على مدى الأسابيع الأخيرة وترى الصحيفة أن هناك صمت مثير للريبة من قبل دول التحالف وفي مقدمتها السعودية الراضضة على أكبر احتياطي نفطي في العالم حيث الملايين مهددون بالموت جوعا تتابع العربي الجديد اليمن يذهب نحو مرحلة قد لا يمكن لأي الأطراف أن تتحكم بحدودها خصوصا أن أزمة العملة ليست سوى حلقة جديدة في وضع كارثي تفاقم منذ تصاعد الحرب في البلاد عقب اجتياح الحوثيين لصنعاء اليمن الدولة الفاشلة أصبحت رهينة تحت هذا العنوان كتب محمد المصفر مقاله المعد نشره في الموقع بوست تمكن الحوثيون من بص نفوذهم على أجزاء كبيرة من أرض الجمهورية اليمنية وتمددوا إلى السواحل البحرية وستطاعوا التمكن من تركيز قواتهم في الموانئ الرئيسية على البحر الأحمر والبحر العربي واحتجاز رئيس الجمهورية في العاصمة صنعاء وبعض القيادات العلية من قبل الميليشيات الحوثية استطاع الرئيس عبد الرب منصور هادي الإفلاة من الاحتجاز والتوجه إلى العاصمة الثانية للدولة اليمنية مدينة عدن ومن هناك دعا دول مجلس التعاون وخاصة السعودية وجامعة الدول العربية إلى مساعدة الحكومة الشرعية لاستعادة مقرها في العاصمة صنعاء وإخراج الحوثيين منها والعودة إلى تحقيق المبادرة الخالجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية ومنها قرار مجلس الأمن 2216 استجابت السعودية فورا لطلب الرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي فشكلت قوات التحالف العربي والتي لم يبقى منها في الميدان سوى السعودي والإمارات وبعض وحدات الجيش السوداني وأعلنت في الحادي والعشرين من شهر مارس 2015 انطلاق قوات عاصفة الحزم الجوية لتدك مواقع الحوثيين والمشقين عن السلطة الشرعية في العاصمة صنعاء وبقيت الحرب دائرة من ذلك التاريخ حتى هذه اللحظة التي تقرأ فيها هذا المقال لم تتحقق الأهداف التي جاءت من أجلها عاصفة الحزم بل ذهبت قوة تحالف السعود الإمارات إلى تحقيق أهداف ذاتية للدولتين كل على حدة فهناك سباق على توسيع نفوذ القوتين السعودية والإمارات على الاستيلاء بحجج مختلفة على الأراضي اليمنية المفيدة وترك الحرب الجبلية لجيش السلطة الشرعية الذي لا يملك الأسلحة المتطورة ولا الإمدادات والتمويل ولا المال الكافي لتجنيد قوة مقاتلة قالت هيئة الفصل في الشكاوى بشرطة الدنماركية كما ذكرت صحيفة البيان أن تحقيقات تجرى مع شرطية احتضنت محتجة متنقبة أثناء مظاهرة في كوفينهاغن ضد حظر غطاء الوجه والتقط مصور من رايتر صورا للواقع في أول أغسطس فيما بدأ أن المحتجة كانت تبكي عندما بدأ سريان حظر غطاء الوجه في الأماكن العامة على مستوى البلاد ماركوس كونت النائب بالبرلمان عن حزب الأحرار المناهض للمهاجرين وهو الحزب الأكبر في الحكومة قال إن الصورة جعلت من الشرطة فاعلا بشكل غير إرادي في جدل سياسي في غاية الحساسية ما كان يتعين أن تشارك فيه ولفت هو وغيره انتباه الهيئة المستقلة للفصل في الشكاوى إلى الواقع وقال مهمة الشرطة هي إنفاذ القانون وليس احتضان من يعارضونه وقال توربين كوتش محام الشرطية أنها شعرت أنها تعاملت بشكل يتناسب مع الموقف في إطار دورها بوصفها شرطية حوار وهو تخصص نشأ لتخفيف التوترات أثناء المظاهرات أضف كوتش هذا محضو هراء وكما قالت موكلتي لو كان أي شخص آخر في الموقف نفسه لا فعل نفس الشيء لذلك فالأمر لا علاقة لها بارتدائها النقاب قوات الشرطة في مدينة آكابلوك الساحلية بالمكسيك بأكملها تخضع للتحقيق وذلك كما قالت شبكة البي بي سي وسط شبهات في أنها تعرضت للاختراق بأسطة عصابات إجرامية قوات عسكرية طوقت مقر الشرطة الرئيسي في المدينة وجردت 700 ضابط من أسلحتهم آكابلوك الساحلية كانت مقصدا للأغنياء والمشاهير في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي قبل أن تتحول إلى بؤرة لتهريب المخدرات ويرتفع بها معدل جرائم القتل جاءت المدهمة بعدما لاحظ المسؤولون ارتفاعا في معدلات الجريمة في آكابلوك وتقصيرا في تحرك الشرطة للتعامل معها ففي العام الماضي ارتفع معدل جرائم القتل في المدينة إلى 106 حالات من بين كل 100 ألف شخص وهو أحد أعلى معدلات القتل في العالم خضوع الجموع تحت هذا العنوان كتب علاء الدين أبو زين مقاله المنشور في الغد مضيفا في جزء من المقال من الطبيعي أن المعود على إلغاء نفسه ورغباته والتأمر على نفسه أمام السلطات وكذلك خيانة جاره والمشاركة في رجمه إذا تميز عنه بالجرعة لن يجد صعوبة أخيرا في إهلاك جاره أو حتى الإلقاء بنفسه هو إلى التهلكة وفي الحقيقة كان كل أو معظم الذين شاركوا الآن في الحروب الأهلية وينفذون الإبادات الجماعية وأشكال القتل الوحشية التي يعجز عنها الشيطان جموعا متطامنة من هذا النوع الذي يصفق للخطابات وهم يقتلون الآن جيرانهم الأقربين ويخربون أوطانهم بعيدهم وكلما زادت درجة التخلف وتحييد العقل وتخدير ملكة الحكم السليم التي تحققها السلطات كان السلوك المتوقع من هذه الجموع إذا أفلتت أفضع وأكثر تدميرا الذي يربي الجموع المتطامنة ويتصور أنه روضها بالمخدرات الخطابية هو بالضبط ذلك الذي يربي وحشا في منزله ولا يعرف متى ينقلب ويهاجم مروضه في من يهاجم ولا ينبغي أن ينخدع أحد بالخضوع الجماعي الظاهري ويتصور أنه حالة مستكرة وإذا عدنا على البدء فإن الجمع المصفق للمسؤول الكاذب في الدراما هو نفسه الذي يشارك فيما بعد الحرب الأهلية وإنما الذي يشكك أفراده في بعضهم البعض ويتكاتلون فيما بينهم ويقتلون بعضهم ولا يميزون حدفا مشتركا تبدو التحولات بهذه الكيفيات نفسها واقعية تماما فيما نعيشه والخوف حد الفزع أكثر من مبرر حكم على والد الطفل الذي أنقذه مهاجر مالي غير قانوني من السقوط من على شرفة منزله في باريس بحسب القدس العربي بالساج لثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب إخلاله بواجباته العائلية وقد حكمت محكمة الجنايات أيضا على الرجل الذي ترك ابنه البالغة أربع سنوات وحيدا في الشقة الباريسية بالخضوع لدورة لتعليم الأهل على الالتزام بمسؤولياتهم في تربية أطفالهم على نفقته وقد أنقذ هذا الطفل الذي كان متدليا من على شرفة منزله بشجاعة لافتة على يد الشاب المالي مامودو غا ساما الذي تسلق أربع طبقات في خطوة موثقة بالفيديو أصدر على إثرها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون قرارا بمنحه الجنسية الفرنسية وفي السادس والعشرين من مايو أنضل أبو وطفله النهار في مجمع ديزنيلاند الترفيهي قبل أن يتوجه الوالد للتبضع وأراد الطفل الشقي البقاء في المنزل لمشاهدة التلفزيون وهو ما رضخ له الوالد من دون إدراك الخطر المتمثل بإبقاء باب الشرفة مفتوحا حد تعبيره في جولتنا المصورة لهذا اليوم مطالع صورا متنوعة تقطتها عدسات مصوري صحيفات أدي للتليغراف نتابع لفناني الكاريكاتير طريقتهم وأرادهم وأسلوبهم الخاص في التعبير عن وجهات نظرهم ومناقشة القضايا وتوجيه النقد والاعتراض مجموعة من رسوم الكاريكة نتابعهم من خلال ما رسموه اليوم ونشر في عدد من الصحف نتابع بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحفة نلقاكم غدا بإذن الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر